عملنا مع بعض الزبدة البلدي الفلاحي بطريقة سهلة جدا وكمية كبيرة ببلاش وكمان سيحنا الزبدة دي وعملنا احلى واجمل سامنة بلدي بصوا بقى سامنة لونها حلو ازاي خاطيرة لونها اصفر كده وجميل وكمان احلى طبق مرتا ممكن تكلو للناس اللي بتحب المرتا وكمان عملنا الجبنة من غير بقى ولا منفحة ولا خلي ولا اي حاجة تعالوا بقى نشوف احنا الحاجات دي كلها بنعملها ازاي في البيت بطريقة بسيطة احنا بنشتري اللبن الجاموسي عادي من عندي اللبان بابدأ اني اغليه النهاردة وحطه في التلاجة وتاني يوم بيتكون طبقة كويسة جدا من الاشطة بجمع الاشطة دي في طبق وحطها جول في ليزر ولما جمع كمية كبيرة بحطها كده في طبق بلاستيك زي ما انتم شايفين وابدأ اني ألفها بايدي كده في اتجاه واحد ألف ألف كتير ممكن استخدم المضرب الكهرابي في المرحلة دي عشان يساعد بس على الضرب لكن انا عملتها بايدي عشان الناس اللي ما عندهش مضرب كهرابي بصوا بقى هتقدر يتلب فيها اول ما الميا اللي قدامكو دي تطلع يبقى كده تمام الزبدة كده بصوا بسم الله ما شاء الله خطيرة الميا اللي طلع من الزبدة دي اسمها خض ممكن تحطوها في المش وممكن كمان تحطوها في كيس في الفريزر وتستخدموها في عمل الرؤاء الفلاحي بتبقى حلوة قوي بجمع بقى كمية حلوة كده من الزبدة وتعالوا بقى نشوف ازاي بنسيح الزبدة تعالوا بقى كده نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا على النبي بصوا بقى دلوقتي انا الزبدة بحطها في حلة غير لاصقة انا عملتها في حلة اولومونيوم عشان قدر ان انا قلبها برحتي حطيت كده على نار متوسطة يعني اقل شوية من المتوسطة واحط عليها كده معلقتين كبار من الملح انا معي هنا تقريبا اتنين كيلو ونص او تلاتة كيلو بالتقريب هحط عليهم معلقتين كبار من الملح عشان السمن البلد دي هتفضل معي فترة طويلة عشان تحفظها لي بلونها الحلوة برحتها الحلوة الملح طبعا بيحفظ الحاجة اول ما المرتبقة تبدأ اول او سوري يعني اول ما الزبدة دي تبدأ كده تغلي بتهدي عليها النار وكل فترة كده ببقى ليها مرحلة هي دي المرحلة لقبل الاخيرة بتكون كده طبقة على الوش وتبدأ المرتبقة معي تظهر هي والسمن البلد تظهر طبعا لسه عليها شوية يقولي كمان تلت ساعة تبدأ كل شوية تقليب فيها كده عشان ما تلزقش لحد ما الطبقة اللي على الوش تنزل خالص لكن ما تعليش عليها النار عشان المرتبقة ما تتحرقش معاك وكمان عشان السمن البلد ما يكونش لونها احمر تحس ان هي محروقة لا لازم يكون لونها اصفر كده وجميل زي ما انتم شايفين بابدأ بقى اني اعبيها كده في عبوات طبعا زي ما انتي عاوزة باستنى شوية لما السمنة تهدى معايا تمام تهدى كده يعني ما تكونش سخنة قوي تكون تقريبا دافية وبابدأ اني اصبها كده في عبوات تعالوا بقى اقولكوا على حاجة تكاية كده عرفتها من ست الحبايب حلوة جدا شفتوا كده المرتب اللي قدامكو دي ما فيش فيها زرة ايه ما فيش فيها زرة سمنة حطيت على المرتب دي كباية ونص من المية وعلى النار كده تمام وتبدأ ايه ايه هتبدأ تغلي وتقلبي هتغلي على نار هادية وتقلبي تقريبا تلت ساعة اه بتغلي على نار هادية خالص خالص تعالوا بقى شوفوا هتطلع لي طبق اه سمنة بلدي ممتاز انا دلوقتي بخسل المرتب تمام كده عشان ايه نعرف كل مرحلة اه من عمل السمنة البلدي بخسل المرتب بكباية ونص مية عادية خالص وهي بتغلي على نار هادية هو وانا ايه كل شوية بقلب فيها تمام كده تقريبا ربع ساعة تلت ساعة على نار هادية اه لو تلاحظوا بقى السمنة هتظهر هنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بصوا بقى السمنة ظهرت ايه وهصبها وهيبقى احلى طبق سمنة بلدي بصراحة انا فرحت بالطبق ده جدا جدا اكتر ما فرحت بالسمنة البلدي اللي انا عاملاها بسم الله ما شاء الله طبعا ريحة السمنة البلدي يعني لا قوة الا بالله الله اكبر يعني حلوة قوي 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 ولونها جميل ورحتها حلوة وطعمها كمان جميل طبعا كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها احنا متعلمينها من والدتنا ومن جدتنا ربنا يا رب يرحم اللي توفه ويد الصحة للعايشين بصوا بقى طبق المرتة حاجة كده حلوة لو انت بتحب المرتة هتكليها تمام وهي كده هتبقى عليها طبقة بسيطة كده من السمنة البلدي زي ما انتم شايفين بتلمع وحلوة فاكرين معلقتين الملح اللي احنا حطناهم واحنا بنسيح السمنة البلدي او بنسيح الزبدة ما تقطريش قوي من الملح عشان المرتة ما تكونش حدقى قوي خلاص بصوا بقى دلوقت المرتة والسمنة البلدي هي لسه صبها لسه دافية وكمان السمنة البلدي لما يعني جمدت معايا لان احنا في الشتاء فدرجة حرارة الجو يعني بسيطة فجمد معايا لونها ابيض وزي الامر بصوا بقى حاجة كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر تعالوا كده بقى نصلي على الحبيب ونشوف احنا هنعمل الجبنة ازاي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بصوا بقى حبيبي انا معايا هنا اتنين كيلو من اللبن خلاص كده انا هعمل بقى جبنة من غير بقى ولا خل ولا منفحة ولا اي حاجة هبدأ اني اغطي كده اللبن ده بالشكل ده هغطيه وبعد كده انا هدفي بس الفرن طبعا احنا فين احنا في الشتاء احنا في الشتاء فهدفي الفرن بس كده وهتحط اللبن ده بعد ما اتغطيه جوه الفرن وتاني يوم يعني هيعد عليه مثلا اتناشر ساعة لحد تاني يوم الظهرية فهيبقى زي ما انت شايفة اه يعني راب راب معايا اللبن بقى راب بقى زبادي ده اسمه لبن رايب او زبادي بعد كده هنحطه كده في مصفة ونجيب اللي هي الشاشة بتاعتنا دي او القماشة وهنحط تحتها كده تحتها في طبق كده زي ما انتم شايفين عشان تصفي كل الميا اللي فيها تمام هنخليها كده اربعة وعشرين ساعة بصوا بقى الجبنة بتاعتنا خطيرة خطيرة حلوة قوي قوي وبيضة وي جميلة بسم الله دي بقى اللي اسمها الجبنة القريش جبنة بخيرها جبنة كده خطيرة تكليها كده يا سلام يا سلام بسم الله ما شاء الله احفظ ازاي معايا الجبنة القريش لمدة شهر وزيادة جوه التلاجة وتفضل زي ما هي طازة هتجيبي ميا كويسة عادي احنا بنشرابها وتغليها وبعد ما تبرد خالص هتحط فيها معلقتين من الملح كده او معلقة وتقليبيها كويس هنحط بعد كده الجبنة دي ينفل الميا ونغطي العلبة ونحطها في التلاجة هتفضل معاك الجبنة فريش لفترة طويلة جدا من اول قطعة الاخر قطعة هتفضل معاك طرية وفريش وطعمها خطير حبيبتي يا ربي فيديو النهاردة يكون مفيد ليكي وتكون استفدتي عملنا النهاردة مع بعض الزبدة الحلوة من القشطة وبعد كده عرفنا ازاي بنسيح الزبدة بطريقة سهلة جدا وانك تطلعه طبق مرتى جميل كده واللونه حلو وطعمه حلو وموضوع ان احنا نسيح الزبدة فحل الومونيوم دي بتكون او حل غير لاثقة احلى يعني افضل كتير من اللستالس لان اللستالس المورتة بتلزق فيها وبتحرقها حاجة كده جميلة وكمان معلومة اننا نخسل المورتة كويس عشان نطلع منها كمان طبق سامنة بلدي جميل زي ما انتم شايفين يارب بتكونوا سافتتم من الفيديو ياريت لو ما كنتش لسا اشتركت ياريت تشتركي ادعوا لابي وامي بالرحمة والمغفرة ويا رب تكون صدقة جارية لابويا ووالدتي وليا اللهم امين في الختام بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروني في فيديو جديد باي باي